الاهلي اللي كانوا والحاضر صباح الخير والفل والنصر والفرحة على كل حضراتكم جماهير النادي الاهلي العريقة في كل مكان في العالم داخل مصر وخارجها صباح الفل عليكم و اهلا بكم جميعا و بداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي اسفحوليه النهاردة يعني ان شاء الله هكون منفردا مع حضراتكم و ان شاء الله بكرة الزميلة العزيزة انا هاواندة هتكون موجودة ومنورة البرنامج طبعا عندنا كلام كتير جدا يتقال فيه ماتش امبارح وعندنا كلام كتير جدا يتقال في النادي الاهلي كظاهرة كمؤسسة ككيان كتاريخ كقدرة على ابهارنا حتى في احلك الظروف كقدرة على التعامل مع كل اشكال وانواع وانماط الضغوطات ومع هذا فعلا دايما بتتحقق مقولة ان روح الفانيلا الحمرة لما بتكون حضرة بتكون حضرة وبتكون حضرة بمنتهى القوة وبصمتها لا تخطئها العين وما فيهاش مساحة للبس وما فيهاش مجال الاختلاف حولها في وجهات النظر مفروغ منها الروح لما بتحضر الموضوع بيمتهي انت بتلاعب مين مش فرق كتير لما روح الفانيلا الحمرة بتحضر زي ما كانت حضرة امبارح وبمنتهى قوة الموضوع بيتحسب ويرتها كانت حضرة قبل كده بنفس القدر من القوة تأكدوا حضراتكم كنا زماننا دلوقتي بنحتفل بان احنا اللي خدنا البطولة بطولة كأس العالم او اضعى في الايمان المركز التاني لكن اللي حصل برضو اكيد شيء يدعو للفرحة شيء يدعو للفخر شيء يدعو لتدعيم الثقة واليقين في ان احنا عندنا لعيبة بتحقق المبدأ التاني اللي كنت عايزة اتكلم مع حضراتكم عليه زي ما بنتكلم عن روح الفانيلا الحمرة كمان في جملة وهي موروث يعني بتتورثوا اجيال الاهلوية جيل من بعد جيل الاهل بمن حضر كلنا كنا متخوفين وكلنا كنا متشككين وكلنا كنا قلقانين ان احنا هندخل هذا المعترك الفضيع ازاي واحنا زي ما حضراتكم عارفين بقى كمية الغيابات كمية العكوسات كمية مشاركات اللعيبة الدوليين مع المنتخب يعني الاهل بمن حضر فعلا واللي حضروا كانوا رجالة وزيادة وكالعادة مليون مبروك لكل حضراتكم طبعا هذا الانتصار الكبير اللي اكيد هنتكلم عن كتير من تفاصيله على مدار حلقتنا النهاردة بالمناسبة النهاردة كمان هينورنا في الجزء التاني من حلقتنا كابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهل السابق وتاني واخر فقراتنا هتنورنا من خلالها دكتورة دينة ابو السعود اللي هنتكلم معها عن موضوع هشاشة العزام طبعا نازم نكون البداية بقى مع بعثة النادي الاهلي اللي كانت من وقت مش طويل متوجدة في مطار ابو ظبي ورقبوا الطيارة بالفعل في طريقهم دي العودة للقاهرة بعد الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة التانية على التوالي مليون مبروك للنادي الاهلي مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي مليون مبروك لأعضاء ومجلس الإدارة في النادي الاهلي أكيد مليون مبروك للجهاز الفني والكل اللعيبة هو ده النادي الأهلي وهي دي يعني مكانة النادي الأهلي مبروك برونزية كأس العالم للأندية للمرة التانية على التوالي وللمرة التالتة في تاريخ النادي الأهلي طبعا بعد اللقاء جامد جدا كلنا شفناه وتابعناه وساعدنا به ويتحقق من خلاله الفوز والانتصار على فريق الهلال السعودي بربعية نظيفة عشان يعني يبقى النادي الأهلي هو أول نادي في العالم يحقق هذا الإنجاز وطبعا قبل الفرحة بالميدالية ففيه فرحة أجمل وأجمل بالأداء وبالروح العالية للعيبة اللي شفناها في الملعب وبشخصية البطل اللي كانت حضرة كل ده مع جهاز فني بخيادة مدرب كبير وواعي وعارف إزاي يوظف كل إمكانيات اللعيبة بتوعه وطبعا كل ده أكيد قبل منه توفيق ربنا سبحانه وتعالى وتكون النتيجة في الآخر يعني فرحة كبيرة جدا وإنجاز جديد في تاريخ النادي لأهلي العريق في جميع يعني البطولات اللي بيشارك فيها وفي كل الرياضات الحقيقة الجماهير العظيمة اللي طبعا تستحق أن احنا نتوقف عندها بكل التقدير والاحترام والامتنان الجماهير العظيمة اللي فضت وراء الفريق في كل مكان سواء بيسفروا وراهم أو موجودين هنا ولكن دعوتهم لا تنقطع وقلوبهم كلها كانت مع جماهير مع العيبة النادي الأهلي فدايما الحقيقة جماهير النادي الأهلي هم الداعم الأول لكل الفرق وفي كل الرياضات المختلفة حصولك على برونزية المونديال لنسختين متتاليتين طبعا فرحة نسيك كل الصعوبات وكل التحديات اللي يعني قابلتها خلال الفترة الأخيرة مبارح وإحنا بنتفرق كلنا على المتش يعني كنا فعلا قاعدين مبسوطين جدا بمهارة عبدالقادر ويبتسر يعني تصويبات السولية وحمدي والهدفين بتوع ياسر إبراهيم وبالمناسبة ياسر إبراهيم هو اللي حصل على أفضل لاعب في اللقاء بالأمس وطبعا يستحق وإن جيتوا للحق حضراتكم الكل كان يستحق العيبة كلها كانت لقية بعضيها في الملعب الكل متمركز في المكان الصح التحركات كلها سليمة الجمل التكتيكية كلها هيلة متعة الأداء كان لها جانب كبير جدا من فرحتنا بالنتيجة خصوصا وإن احنا كنا باللاعب فريق كبير طبعا الهلال السعودي وحضراتكم لو طبعتوا المباراة اللي قبلها مع يعني هو الهلال السعودي ككبير أسيا التقى مع الجزيرة وفاز بنتيجة كبيرة جدا كانت ستة واحد طبعا يعني نادي كبير واللقاء أكيد أكيد ما كانش سهل ولكن برضو كالعادة لعبتنا يعني عملوا اللي عليهم وزيادة الحقيقة كلمة حق لازم تتقال يعني انبارح ما اعتقدش ان فيه أي حد كان عنده أي ملاحظات أو تحفظات سلبية الحقيقة الماتش كان محترم جدا 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 وشفنا أداء والأروع وشفنا سيطرة شبه كاملة على كل مجريات الأمور طبعا لازم نتوجه بالتحية والتقدير لفريق الهلال السعودي والكل جماهيره وأيضا لكل مسؤوليه طبعا عارفين ان القيمة التسويقية للعبي الهلال بعد المركاتو الأخير وصلت لحوالي 60 مليون يورو وده رقم مش قليل أبدا يعني احنا فعلا منتكلم عن فريق كبير بالمعنى الحرفي للكلمة وإمكانياته كبيرة وكان مدعم مؤخرة صفوفه يعني مجموعة منتقاء من خيرة اللاعبين وزي ما تقال مبارح يعني هو كبير عرب أسيا كان في مواجهة مع كبير عرب إفريقيا في الآخر احنا أشقاء واللي عايزين نقوله يعني طبعا كلمتين في تسو موسماني احنا معنا مدرب كبير وخبراته كبيرة وحصل مع النادي الأهلي على أربع بطولات قرية وبرونزيتين في مونديال العالم للأندية فيعني طبعا سعب بنستغرب يعني حالة التربص الغير مبررة من البعض والهجوم عليه ساعد بيبقى كلام مش منطقي وساعد بيبقى كلام غريب مدرب واخد بطلتين دوري أبطال وراء بعض واخد اتنين سوبر إفريقي وراء بعض واخد برونزيتين لمونديال وراء بعض فيعني ايه بقى مبرر الهجوم عليه يعني على ما تستفهم كتير على الحقيقة ولكن يعني موسماني دايما بيرد على أرض الملعب ودايما بيفرحنا في نهاية المطاف بنتائج الفريق أيا كان تشكيل الفريق أيا كان المتاح من اللعيبة في هذا الفريق مبارح كان مشهد مبهج جدا ولعبي الفريق والجهاز الفني والإداري بيتسلموا الميداليات البرونزية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حاجة جميلة جدا ومشهد كان مشرف يعني كالعادة كمان مبارح يعني أعداد غفيرة من جماهير النادي الأهلي في الإمارات كانوا حرصين على التواجد أمام فندق إقامة بعتة النادي الأهلي للاحتفال والاحتفاء بفوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية وكلهم كانوا حرصين على توجيه التحية والهتاف للجهاز الفني ولكل اللاعبين كل منهم باسمه يعني على حدة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي قال يعني جملة مهمة جدا مبارح قال كلما كان الهدف كبيرا كانت أوهانت التضحيات ده لأننا يعني هو على حد تعبيره أن احنا حضرنا إلى الإمارات في ظروف صعبة جدا واستثنائية للغاية وقال كلام كتير مهم تعالوا نتعرف على جزء منه من خلال هذا اللقاء ونرجع نكمل كلامنا الفضل الحمد لله طبعا يمكن ظروف مرنا ظروف استثنائية قبل اللقاء أو قبل البطولة بشكل عام حال التجمع مش موجودة حالة استقرار مش موجودة بعدم انضمام اللاعب الدولية مش اللاعب الدولية بس حتى اللاعبها اللي في منتخبات أخرى إصابات مطلحقة قبل اللقاء أو قبل البطولة بشكل سريع وإحنا بنعمل القيمة كنت أنت موجود مع أنا ومعاشرنا يعني إلى حد الساعة 12 يوم 3 للمباراة يوم 5 أنت مش عارف الأجواء يعملها إزاي اتصالات بالمنتخب على طول اللي كان عمر سلايا طلع بمباراة الكاميرو لو تتذكر بين الشوطين فمهم جدا أن احنا نتواصل مع عمر يعني الحمد لله على كل شيء لكن كل ده يعني بيأكد الشخصية اللي واحد بيكلم عليها على طول يعني مباراة منتيري غيابات 14 لعيب ومع ذلك جمهور بشكل ده والإحساس ده والمسئولية دي اللي جاي وعارف كويس قوي قوي أنه غايب منه 14 لعيب لكن جاي بيشجع فرقة بيشجع نادي بيشجع فانيلا مش بيشجع مين اللي بيوجود في الملعب فدي كانت نقطة الانطلاق ونقطة الفوز واللي دت للعيبة ثقة شديدة جدا رغم الغيابات أن احنا كلنا هنوصل الحمد لله النهاردة بتلعب قبل من النهاردة كنا عندنا يتموح أن احنا نوصل لنقطة أبعد كنا عندنا يتموح أن احنا نحقق مركز أعلى لكن برضو النهاردة مباراة التاريخ الصراح من قبل الهلال السعودي بقيمته ومكانته زعيم الكرة السعودية زعيم الكرة الأسيوية فرقة كبيرة طبعا عارفين احنا جاينا للعب مين عارفين كمان الحاجات دي بتبقى لها حاجات تاريخية يعني ما بتتكررش كتير الحمد لله من أول ثانية قلنا أن احنا عايزين نركب اللقاء من أوله بلغة الكرة من ثانية الأولى من أول السنطرة احنا دخلنا اللقاء قبل اللقاء ما يبدأ يعني حالة التركيز تحسي أنها كانت موجودة قبل اللقاء ما يبدأ ما كانش في حالة جس النبضه مين يرجع لا انت فرط كلمتك فرط اسلوبك وده اللي ادينا الأفضلية الحمد لله لما ما تكسبش اللي انت عايزه ما تخسرش كل حاجة ده دي حاجات ممكن تبقى مهمة ان انت توصلها يعني احنا جايين نهمنا ان احنا نروح لحاجة ابعد مع كل انا بقولك بحكي لك على حقيقة بقولك على حاجة مع كل الصعوبات والأزمات اللي احنا مرنا بيها بس برضو طموحك وسقفك ما بيقفش لما وصلنا للنقطة ديات اللي هي قابل الأخيرة في البطولة اللي هي الثالث والرابع يعني مع لقاء ديربي عربي تمام يعني صعب بالسهل بقوة جماهيرك واستعدادهم وتركزهم وحالة استعداد ان هي كمان عايزة تكسب يعني فبيدي للمباراة دوافع كويس الحمد لله على كل شيء خلينا نوقف عند النقطة ديات عندنا اللقاء بعد خمس ايام مع الهلال السوداني اتفرجنا مباراة على مباراة الهلال السوداني وسانداونز الهلال السوداني اختلف خالص خالص يعني واضح ان معهم مدرب كويس برضو بيحفزهم بشكل كويس بينقلوا الكرة بشكل كويس عاملين نسبة السحواز كويسة جدا في مرات السانداونز مباراة جابوا جنف ديات ممكن يمشي كده وكده لكن بندو كان حاكم اللقاء حاكم البتسواني ما حسبش هدف يعني ممكن كانت تبقى واحد واحد النتيجة فاحنا رايحين نلعب مباراة كبيرة جدا مع فرق الهلال السوداني نبدأ ان شاء الله الرحمن البطولة والمجمعات بشكل كويس ان شاء الله شكرا عاملين دايما الحقيقة كرة القدم لها مفعول السحر وخصوصا عندنا كمصريين يعني دايما بنلاقي ان كرة القدم ومن قديم الزمن دايما هي واحدة من اهم المسببات السعادة عند المصريين مصدر دائم للفرحة مصدر دائم لإحساسنا بالانتماء للبلد عندما يجي نتكلم على المنتخب بصفة خاصة يعني انبالح لو حضراتكم تشوفوا طبعا عادي جدا ومن المنطقي يعني كل البرامج الرياضية المختلفة وكل المواقع الرياضية والمنصات الرياضية طبيعي كان فيه طبعا يعني كلام كثير قوي عن اللقاء لكن بعيدا بقى عن ده لما تدخلوا على وسائل التواصل الاجتماعي وتلاقوا ناس كبار في السن وتلاقوا سيدات وتلاقوا أطفال صغيرين يعني كل ألماط البشر كل الأعمار كل الخلفيات الثقافية وبالمناسبة كتير جدا من الأحيان بتلاقوا الناس اللي فرحانا دي ملهاش أصلا في الكورة بس هم فرحانين لأن الفرحة بتبقى معدية فكرة أن ولدهم أهلوية وفرحانين بفرحة الفوز فهم كمان بيفرحوا بالتبعية الفرحة بتبقى معدية ونحن نتكلم على أن تلتين إن ما كانش أكتر تعداد المصريين أعتقد يعني أو هكذا أتخيل يعني معظمهم إن ما كانش كلهم من مشجعي النادي الأهلي والنادي الأهلي بدوره عمره مخزلنا يعني من زمان جدا والنادي الأهلي دايما مشرفنا ودايما رفع رصنا ودايما بيرجع لنا من أي منافسات هو بيشارك فيها أي أن كان البطولة اسمها أي أن كان حيلعب من خلالها لازم في نهاية المطاف يشرفنا يأما برقم قياسي متحقق يأما بأداء ولا أجمل يأما بنتائج عدة مرحلة إنها مرضية فحاجة جميلة جدا فعلا نعمة كبيرة إن الواحد يكون أهلاوي عموما استكمالا برضو لردود أفعال اللعيب مبارح بعد نهاية اللقاء كابتن ياسر إبراهيم اللعب الفريق قال برضو مبارح كنا نتمنى أن نلعب على الميدالية الذهبية أو الفضية في مونديال الأندية ولكن قدر الله وما شاء فعل احترمنا فريق الهلال السعودي الذي يمتلك تاريخا كبيرا وكنا الأفضل وأهضرنا العديد من الفرص بجانب الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق وأكد مدافع النادي الأهلي أن الفريق يعني عنده هدف رئيسي وهو التتويج ببطول الدوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية لمواصلة حصد الألقاب وأيضا التواجد الدائم في منصات التتويج عموما تعالوا نشوف برضو جانب من كلمة اللي هو قالها ونرجع نكمل كلامه الحمد لله طبعا ببارك للعيبة الرجالة دي اللي كانت قلبها على قلب الرجل واحد في الملعب حدش أثر حدش بخل بنقطة عرق واحدة فطبعا بقولهم مبروك وببارك للجهاز الفني والإدارة والطبي وببارك للجمهور طبعا حبيب يا كابتن وليد الله يبارك فيك وببارك طبعا للعيبة للجمهور اللي كان في ظهرنا ودعم لنا في كل مكان من روحه نعم كان نفسنا نعملوك حاجة ناخد مركز أفضل من كاس الحمد لله ربنا مقاردش إن شاء الله أنا أقابكم بإذن الله ناخد أفريقيا المركز المرة الثالثة على التوالي إن شاء الله ونجي هنا تاني إن شاء الله يعني كاس عالم نحقق مركز أفضل من كده إن شاء الله هل توقعت تجيبك جناني النهاردة؟ لا والله ما توقعتش خالص هل توقعتش منزل متوقع طبعا ده توفيه من عندي ربنا طبعا بحمد ربنا بشكر فضله طبعا وبشكر الناس اللي بركتلي كلهم وإحنا كلنا هو ده نادي الأهلي كلنا على قلب رجل واحد منعومي حبيبي وده ده نادي الأهلي وده ده لعيبة نادي الأهلي بتظهر في أي وقت طبعا بقول لهم مبروك حمد طبعا صديق الغرفة فببرك لهم وطبعا ببرك لوالدي ووالدي ده دعواتهم طبعا نمراتي وولادي بقول لهم ألف مبروك إن شاء الله وبهدلكوا دي إن شاء الله خبطة جندا أو في عناك في مواطش بالمراس الحاكم ولا كأنه موجود هنا آه والله أنا شفتها يعني أنا لما جي قال لي بقوله الكورة دي طارد قال لي لأ هو طالع من الجنب لما شفتها في الفيديو كارسة 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 زمانة وتول فعل التوراق في كل حتى يابدي طيب ميدالية برونزية تانية لك مع الأهلي في تاني موسم مع التوالي على طول فبالتالي تنوحك الفترة الجاية بتفكر إزاي وإزاي بتخلق لنفسك دوافع إنت تعتبر حياتك كل حاجة مع الأهلي لحد الدولات بس الدوافع دائما لازم تكون موجودة باستمرار عند لعيب النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي كان جمهور النادي الأهلي زي ما بقوله كذا بالمصر ما بيشبعش وإحنا كمان لازم تكون إنت لعيب ما بتشبعش من البطولات وإنت كلها كم سنة بتلعبها لازم تحقف فيها أكتر حاجة من البطولات طبعا كلنا نفرح النهاردة وننبسط بالمدالية بس لما نرجع على طول خلاص هتلاقي صفحة دي تقفل وتتفكر في أفريقيا وتفكر في اللورك على طول هو ده النادي الأهلي ما بياخدش حاجة ويفرح بها ويفضل يتبهى بها على طول لا بنقفل على طول الصفحة بنفكر في بعد كده كل ده بتحطي خلاص البطولات بتحطي في الدولاب لسه فكر في بكرة وفكر في بعدين إن شاء الله ربنا يا كرامنا بإذن الله ما زي من البطولات طيب تفتكروا بقى حضراتكم النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وجهازه الفني وكمان جماهير النادي الأهلي هيعملوا إيه هيعملوا اللي بيعملوا في كل مرة كالعادة صفحة الفوز هتتقفل صفحة الفرحة ببرونزية المونديال هتتقفل عشان نبتدي بقى نستعد لمنافسات دوري أبطال إفريقيا إلى جانب طبعا العودة مرة تانية للمنافسات المحلية لكن خلونا نقول لكم إن عاقب فوز النادي الأهلي بيئة البرونزية تلقى التهنئة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكمان الانتحاد الإفريقي الكاف والكثير من الأندية الرياضية اللي توجهوا بيئة يعني التهاني لكابتن محمود الخطيب وللنادي الأهلي وللعيبة النادي الأهلي وكمان لجماهير النادي الأهلي بعد هذا الانتصار الكبير ويا رب دايما النادي الأهلي كده مفرحنا تعالوا بقى يعني قبل ما الوقت يسرقنا نتكلم شوية عن مباراة تشيلسي وفالمرس طبعا مبارح توج نادي تشيلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية بعد ما فاز على فالمرس البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية انتهت المباراة أو الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي واحد واحد ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين وفي ديئة الـ 12 من عمر الشوت الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم القاتل وبقت النتيجة 2-1 من ركلة جزاء وطبعا أنهى فالمرس المباراة بعشرة لاعبين بعد ما تم طرد لعب في الشوت الإضافي التاني بكده توج تشيلسي بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد ما كان خسر النهائي لو تفتكروا حضراتكم سنة 2012 أمام منافسه البرازيلي بهدف دون مقابل وفي المقابل بقى طبعا فشل فالمرس فيه مشاركته التانية بالتتويج باللقب بعد ما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسرته أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح وشيلسي هو تالت نادي إنجليزي يتوج بمونديال الأندية بعد منشستر يونايتد اللي توج بهذا اللقب في 2008 وطبعا ليبربول اللي توج بهذا اللقب في عام 2019 نروح بقى لموضوع تاني خالص الدورة الودية لبراعم كرة القدم اللي يعني بنظمها نادي الصيد بمشاركة عدد كبير من الأندية ومنها طبعا النادي الأهلي بتشهد منافسات قوية للغاية دي دورة بتقام منذ عدة سنوات وقدمت لعبين يعني كتير جدا من البراعم تعالوا نشوف التفاصيل أكتر ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونرجع بعدها نكمل الكلام نتفضل الحمد لله كانت اليوم النهائي البطولة البطولة بتاعتنا الصيد البراعم بقى ل 16 سنة اشترك فيها حوالي 26 نادي 92 فريق حوالي 1600 لاعب حوالي 1000 شخص من الأجهزة الفنية إداريين وعمال ومدربين والنهاردة كان يوم النهائي وكان حاجة تفرح الحقيقة وكان نادلالي طبعا مشرفنا طبعا كالعادة الفنية الحمرة دي بتنور أي مكان طبعا وبهاني كابن خالد بيبو على المستوى الهايل بتاع البراعم حاجة تفرح استوى الأخلاقي للأجهزة الفنية اللاعبة يعني بصراحة الحمد للرب العالمين أنا مبسوط جدا من استنادي واتفرقت على كرة حلوة قوي قوي لمدة سبعة أيام وإن شاء الله ربنا دينا العمر كده وانقررها صح جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى دي بطولة البراعم لنادي الصيد للمرة 16 بتقام على ملاعب نادي الصيد الرئيسية باشتراك 1800 لاعب 27 نادي والبطولة دي بالنسبة لنا من أكبر وأهم البطولات في نادي الصيد لأنه قطاع الكرة من أكبر القطاعات جوه النادي الحقيقة كان فيها جهد مبزول من جوه النادي سواء كم من مجلس الإدارة أو من خطاع النشاط الرياضي أو من الإدارة التنفيذية وكمان كان فيه تعاوضية حلوة قوي قوي ما بين الأندية كلها سعيدة جداً بتواجد النهاردة في نادي الصيد في البطولة اللي بيقوم بيها لمدة 16 سنة بيقوم بيها كل سنة طبعاً حاجة على أعلى مستوى إن هو بيقدم براعم كتير في كرة القدم اللي هي بتأهل شبابنا وولادنا لأنهم يلعبوا في كرة القدم في مصر وطبعاً شايفة تنظيم عالي جداً وشايفة فرق كتير جداً مشاركة في الموضوع براعم كتير جداً مشاركين ده طبعاً بيطلع عندنا النواة بتاعتنا لمنتخباتنا أو للفرق الأولى بتاعتنا سعيدة جداً موجودة النهاردة في حفل الختام النهاردة من نهاية البطولة وأتمنى دايما نشوف ولادنا كلهم في أحسن الأماكن ويوسلوا مصر في أحسن الأماكن يا ربنا طبعاً يوم جميل الخلفية بيننا احنا بنتكلم على 1600 لعيد خمس مراحل سنية دي الدورة نمرأة 16 بطولة نادي السيد للبراعم احنا طبعاً بنشكر نادي الأهلي لأن فيه فريق موجود من نادي الأهلي احنا سعداء جدنا بها نادي السيد من دوره أنه هو بيلعب ناشئين أكتر يمكن بيبقى مورد للمنتخبات احنا عندنا لعيبة كبيرة جداً من نادي السيد حزم إمام محمد عبد الله ومحمد فضل ولعيبة كتيرة يعني طبعاً مش عايزة نساعد فاحنا بنكمل التعامل قبل كده واحنا كمجلس جديد من أول اهتماماتنا ان احنا نعمل البطولة دي بصورة جميلة وبصورة مشرفة وده أعتقد يعني أن هي حاجة بتساعدنا جميلة هي أكبر بطولة عن مستوى المصر في هذه المحاربة عمرية وفرصة كبيرة قوي للعيبة والمدربين 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 الفانيين ونشوفوا اللعيبة وعايز أقولك أنه عبر السنين يمكن شوفنا كل أعضاء بتخاب بصري بيلعبوا على البلعب ده في هذه المحاربة عمرية وبدأ عرفه من السن ده بيشوفه تبييزه من السن ده طالع فهو عودة للروح للملعب ونجاح كبير الحمد لله ربنا يوفقنا ونستمر سنوياً نعمل هذه البطولة بهذه المصرع سعيد جداً بالمشاركة في الدور دي دوره 16 أو اللي بنشهدها البطولة دي بطولة الناشئيين اللي برعهنا دي الصيد ده رقم 16 رجاءة توقف تلسين عشان ظروف الكورونا لكن الأجمل في البطولة دي تنية طلعت كتير جداً من اللاعبين اللي ظهروا وتم دعم المنتخبات بيهم عندنا كهرباء مساء سبيل مثال يمكن وزي ما بطولات أيضاً بعض بطولات الشركات خرجت محمد صلاح وخرجت بعض النمازج نادي الصيد برضو بيرعه على البطولة دي من 16 سنة ومستمر فيها أنا أتمنى أن كل الأندية يتركز على مشارط كورة القدم بس على رياضات لأن مصر مليئة بالمواهب لكن بيحتاجوا الفرصة لإظهار الشباب دوت أو المواهب دي فالبطولة دي أعتقد أنها هي من أحد الركائز اللي بتمد المنتخبات وتنادي الأندية بمواهب رياضية في كورة القدم فبنشكر نادي الصيد أنه هو بيرعه على البطولة دي ودعمين لها ودعمين لأي نادي بيحاول يعني ينمي مواهب الناشئيين في مختلف الرياضات طبعا الدورة دي بالنسبة لنا كمجلس دورة جديد دي كنا عايزين نحيي الدورة اللي هي بقى لعشرين سنة يمكن ما كانش ما تنظمتش السنة اللي فاتت وكنا طبعا حارسين لحنا نرجع التقريد اللي بقى له فترة طويلة جدا دورة نالسيد دي ليها تاريخ وليها دور كبير في الكورة وطبعا احنا يعني كنا فخورين لكل الأندية دي تشترك معنا وسعداء التجاوب بتاعهم ان هما شتركوا عندنا في الدورة دي والحقيقة كان يعني اللجنة المنظمة عملت جر رائع الحقيقة عشان تطلع الدورة بهذا الشكل الجميل يعني جميل خلونا بقى نتعرف على الدرجات الحرارة وحالة التقصي النهاردة ونرجع نكمل كلامنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساحة لوجود مستجدات لا الحمد لله احنا على مدار هذا المبوع هنشهد استقرار في الأحوال الجوية وده نتيجة طبعا تأثيرنا بابتداد أمر سفع جوي على سطح الأرض جويد كمان والسبقات الجوية العليا هيعمل على زيادة تطلع أشعة الشمس خلال فترة النهار ارتفاع كمان في درجات الحرارة التقصي خلال فترة النهار بيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد بيكون دافي على جنوب البلاد ده خلال فترة النهار لكن خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس ضربات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ والتقصي بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خاصة الساعات المتأثرة من الليل والصباح الباكر لشان كده دايما هنصح استادة المواطنين في الفترة دي مش عاوزين ننخدع بالتقصي خلال فترة النهار ونغير نوعية ملابسنا نستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل كمان الظاهرة المؤثرة خلال هذه الفترة كلنا لاحظنا خلال الساعات الأولى من الصباح وجود شبورة مائية كانت كسيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هي بدأت التلاشي مع شطوع عشعة الشمس وتحسنت معها الرؤية الأفقية لكن الشبورة المائية دي هتستمر معانا على مدار هذا الأسبوع غدا وبعد غدا هتبقى شبورة مائية كسيفة فديه ظاهرة هتستمر معانا على مدار الأسبوع فاستدق قائد المركبات والمسافرين على الصرق مع وجود الشبورة المائية نتوخى الحذر والقيادة تبقى بجزء تام ونتبع كافة تعليمات المروض غير كده ان شاء الله ما فيش أي تغييرات في الحالة الجوية على الأقل على مدار هذا الأسبوع لو فيه أي تغيير في الحالة الجوية احنا مع حضراتكم أول بأول هنعلنها بنشر هو المفترض يا دكتور منار للمئمتى ينتهي رسميا فصل الشتاء احنا رسميا فصل الشتاء بينتهي 20 المارس يعني لسه فضلنا حوالي شهر على انتهاء فصل الشتاء ويبتدي فصل الربيع 21 المارس فاحنا لسه في الفترة دي فترة تقلبات الجوية فعلا خاصة في درجات الحرارة بين ارتفاع وانتفاض وارد يحصل في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارد كمان يحصل في قوت أمطار وتقلبات جوية لكن الحمد لله الإسبوعنا مستقر زي ما قلنا على انتهاء ان شاء الله 20 مارس يبدأ فصل الربيع جميل طيب في حال انخفاض حديك بتقولي وارد اللي بقى في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هل ممكن يوصل لللي كان وصله من حوالي 3 أسابيع لو تفتكر حديك فيه 4-5 سيام و4 كانت درجة الحرارة يعني منخفضة إلى أقصى الدرجات فهل لو انخفضت في الفترة اللي جاية هتوصل للدرجات دي ولا مش للدرجات دي لا هو بالفعل وارد يحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة احنا فعلا الايام الماضية في شهر يناير وصلت العظم على القاهرة الكبرى 11 درجة مئوية دي كتقل درجة حرارة وسنمالها في شهر يناير وارد يحصل في فبراير انخفاض الملحوظ دي درجات الحرارة لان احنا في الاعوام الماضية امكان في عام 2013 و2015 وصرنا للمعدلات المتحفضة دي درجات الحرارة لكن الأيام مش هتبقى بالبعين يعني إن شاء الله يبقى لانتفاض يوم اثنين بالكتير وتعود ثاني للمعدلات المعتدين عليك لكن وارد يحصل لانتفاض ملحوظ أكيد في دراجات الحرار طيب دكتورة منار إحنا يعني آخر كم سنة بصفة خاصة يعني وحضرينك طبعا قادرة مني بكتير وإنتي ست العارفين الشتاء اللي عد علينا آخر كم سنة يعني ما شفناهوش قبل كده كنا زمان بتيجي علينا شتويات بيبقى جو برد وفيه مطر وكل حاجة بس إيه إلى حد ما الأمور مقدور عليها دلوقتي بقى الشتاء قارس جدا وكذلك الحر بتاع الصيف بقى قاسي جدا هل مرجعية هذا الأمر هو تغير المناخ؟ أكيد يا فندم احنا بقىنا حوالي أكتر من عشر سنين بنشاهد تقلبات جوية عنيفة بنشاهد سقوط أمطار بالصورة كبيرة جدا زوابان ثلوك في أماكن كتير ارتفاع منصوب محيطات يعني ده ده أنا نشوفها تساقط السلوك في أماكن مشمال يعني أسوان تساقط فيها حبات السلجة أو حبات البرد فأسوان البرد اللي بقى يغطي السكدرية الغردقة فقالا احنا بقىنا أكتر من عشر سنين بنشاهد تغيرات في الحالة الجوية بقىنا نشوفها فعون في الظواهر الجوية احنا كنا قبل كده انتصاد درجات الحرارة بيبقى يوم اثنين احنا عابنا في شهر يناير 14 يوم انتصاد ملخوص في درجات الحرارة ما what up a او جمهورية مصري عربية هي قلب كتير من النصب طبع متع الدول الثامعية احنا من الدول اللي بتتأثر international oeh هل الوضع حيستمر بالشكل ده بنفس المعدل وبنفس السورة ولا التدابير الدولية والمؤتمرات العالمية اللي بتتعامل كل شوية والتانية ستؤتي ثمارها في يوم من الأيام بحيث أن معدل تغير المناخ ماشي بنفس السرعة دي هو إحنا نرجو الاتزام بالكلام بايا نحن اتفاقية باريس وطبعا المؤتمر المناخ الأخير اللي كان في لكسكو نرجو الاتزام في المخرجات أو توصيات كل مؤتمر لكن احنا في اتفاقية باريس كنا بنقول اللي كانت في 2015 أن نحن نقلل بعثات الحرارية درجة الحرار بتاعت الغلاف الجوي ما تستفعش عن درجة ونصف لكن طبعا ده ما بيحصلش لديه في بعض الدول وخصوصا الدول الاصطناعية الكبرى ما زالت بتستخدم الوقود الأحفول ما زالت البعثات غاز تاني يكفد القربون بيادة جدا عشان كده احنا دلوقتي بقنا بناخد دعم مالي منهم عشان نواجه التغيرات المناخ لكن هو طبعا لازم تكاثر من كل الدول وخصوصا الدول الصناعية الكبرى في تقليل غاز الانبعاث الحراري لأن احنا لو ما اتفاقناش يعني العملية دي هتكمل اثنين بعد كده وإحنا أكثر الناس اللي هتكثر طبعا أنا بشكر حضرتك جزيلا شكرا يا دكتورة منارة على وجودك معنا كالعادة بتسعيدين وبتعرفين كتير من التفاصيل المتعلقة بحالة الجو بنشكر حضرتك جزيلا شكرا ويهي هستأزمكم هنطلع فاصل سريع ونرجع بعد دي مرة تانية عشان نكمل كلام نتفضل اشتركوا في القناة 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 الواحد فيها بطولين طولة شمال كله عالسكة وشجلال بتضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال ما فيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتأوينا يعني هو ده النادي الاهلي يا حضرات احنا مش بيجيب حاجة من اهلا بكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل فقراتنا وكلامنا معاكم تعالوا في البداية نروح نتابع اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي وفرق المختلفة مع الزميلة العزيزة سالة حامد سالة موجودة حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة صباح الفل عليك يا سالة تفضلي احنا سمعينك صباح الخير طبعا في البداية برحب بك يا كريم واكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الاهلي ومن هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة هكون معاك اكيد ومع كل جمهور 10 الصبح في الاهلي عشان نقلكم كل الامور واخبار جميع الفلاء الرياضية داخل النادي الاهلي بس طبعا خليم في البداية انا كمان يا كريم اوجه التهنئة وابارك لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بعد فوز وتتويج رجال الاهلي امبارح يعني فريد اول لكرة القدم ببرونزية كأس العالم الاندية المرة التانية على التوالي والمرة التالتة في تاريخه يعني رغم كل الظروف والصعبات اللي يعني وجهت فارقنا قبل واثناء البطولة ولكن قدروا امبارح ان هم يفرحوا جميع جمهور النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الاندية كمان خليني انا اطمن جميع جمهور النادي الاهلي على باعت تفارقنا في ابوظبي الامارات اللي يعني من حوالي ساعتين يا كريم بالفعل بدأوا التحرك لمطار ابوظبي عشان يعني يستعدوا للعودة مرة اخرى للقاهرة الفريق هيوصل لمطار الكاهرة الدولي حوالي الساعة 12 الظهر فده بنسبة لأحوال فريقنا فريق الاول للكرة القدم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للاندية كمان خليني اروح لاخبار جميع الفرق الرياضية والالعاب الاخرى وهبتدي معكم بفريق الاول للكرة السلة سيدات اللي مبارح ادروا انهم يحققوا فوز مهم على نادي سموحة في مدينة الاسكندرية على صالة نادي سموحة بنتيجة 85 وده كان ضمن منفسات بطولة دوري السوبر اللي كرة السلة سيدات النهاردة ان شاء الله سيدات اللي سلة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة اخرى للتدريبات الجامعية بكرة ان شاء الله عشان يستعدوا للمواجهات القادمة في بطولة الدوري كمان الماسترز او رجال اللي طايرة تحت قيدة الكابتن نميد ومسلحي امبارح او برضو فوز مهم على نادي طلاقع الجيش بثلاثة شواط مقابل لاشيء والمباراة قيمة على صالة نادي طلاقع الجيش وده كان ضمن او كان فيه الدور الاول من المرحلة التانية لبطولة دوري المصري لكرة الطايرة ان شاء الله يعني رجال الماسترز النهاردة هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا للمباراة القادمة يوم الثلاثة واللي هتكون امام مصر للبترول وبرضه هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة الطايرة استكملنا جميع اخبار الفرق الرياضية كمان خلينا نتكلم شوية عن الهانبول او يعني قطاع كرة اليد داخل النادي الاهلي وسيدات اليد بيوصلوا تدريبات برضو بشكل طبيعي نهاردة عندهم تدريب من الساعة ستة للساعة تمانية على صالة امير عبدالله الفيصل عشان يستعدوا لعودة المباراة مرة اخرى في بطولة الدوري ولا يعني هتبتدي او هتكون اول يوم اول او اول مباراة لسيدات اليد هتكون يوم 11.03 الشهر القادم ان شاء الله وهتكون امام نادي الجزيرة في تمام الساعة الثانية مساء او الساعة اثنين يعني بعد الظهر على صالة نادي الجزيرة كمان رجال اليد النهاردة ان شاء الله هيوصلوا تدريبات بشكل طبيعي وتدريبها عندهم هيكون الساعة اربعة على نفس الصالة بثمرة عليها سيدات اليد وهي صالة الامير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون امام سبورتينج كريم ودي هتقام ان شاء الله على نفس الصالة صالة النادي الاهلي او صالة امير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي وسيدات الطيران تحت قائلة الكابتن حمدي الصافي النهاردة ان شاء الله عندهم تمرين وهيوصلوا تدريبات بشكل طبيعي عندهم تمرين الساعة واحدة ونص عشان بكرة ان شاء الله عندهم واجهة مهمة مع نادي الطيران وده هيكون ضمن منافسات بطولة ايضا الدوري المصري لكرة الطيران ان شاء الله المباراة هتكون برضو هنا داخل مقر النادي على صالة الشهداء في تمام الساعة الرابعة عصرا وده هيكون دي كل الاخبار بالنسبة للفرق الرياضية للنادي الاهلي يعني دي يا كريم كانت كل اخبارنا النهاردة بالنسبة للفرق الرياضية وكمان احوال باعتة فريق النادي الاهلي في ابوضاب الامارات بعد التتويج والفوز ببرونزية كأس العالم الاندية اكيد انا معك يا كريم لو فيه اي سؤال والان لعودة مرة اخرى للستوديو لا والله يا سالة مفيش ولا سؤال ولا حاجة ملكيش عندنا غير كل التحية وكل الشكر على هذه التغطية المتميزة كانت معنا الزميلة العزيزة سالة حامد نروح بقى ودلوقتي على مقر جريدة اليوم السابع وزميلتنا العزيزة نورهان طمان اللي هتعرفنا على اخر الاخبار الرياضية واهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة نورهان صباح الفل عليك يا صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت من موقع وجريدة اليوم السابع نطلقكم على ابرز واهم الاخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ويمكن طبعا كل الاخبار معنا عن كأس العالم الاندية ومنديال الاندية وتحقيق النادي الاهلي للبرونزية على التعامل الثاني على التوالي واول خبر معنا من موقع في الجول وتصريحات لديد رجبة طبعا النجم الابواري الكبير تصريحات خاصة لموقع في الجول رجبة الاهلي استحق البرونزية ومسيماني احد افضل مدربي افريقيا يمكن في الجول حصلت على تصريح خاص طبعا النجم الابواري اللي قال فيها انه الاهلي استحق الفوز بالمادلية البرونزية في كأس العالم الاندية وكمان ده كان تصريحات عقب نهائي طبعا كأس العالم بين تشيلسي وبالميراس بعد طبعا فوز وتغلب تشيلسي على بالميراس بهدفين مقابل هدف قال دروجبة ان الاهلي استحق المركز التالت وان النادي الاهلي قدم مباراة جيدة ووصل تصريحاته وقال انه كمان لديهم مدرب جيد وبيفوز ببطولة تلو الأخرى واشهد كمان بتأقلم مسيماني على الأجواء في مصر وقال انه تأقلم مسيماني في مصر امر ليس سهل ابدا واثبت انه واحد من افضل المدربين في قارة افريقيا اما تاني خبر معنا من موقع كورة وتصريحات لانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا واللي قال فيها نبارك للامارات على نجاح مونديال الاندية اعرب سويس ريجياني انفنتينو رئيس فيفا عن ساعته بالنجاح المبهر اللي يتحقق في النسخة التمنتاشر من كأس العالم للاندية في الامارات واضاف يمكن انفنتينو في تصريحاته قال اعرف ابو ظبي جيدا واحبها وهي بلد رائع والجميع سعيد بالملاعب الممتلئة بالجماهير وثالث خبر معنا من موقع اليوم السابع اتلتكو مدريد يقتل ختافي بنفوز مسير اربعة ثلاثة في الدوري الاسباني حقق فريق اتلتكو مدريد فوزا مسيرا وصعبا على نظيره ختافي بنتيجة اربعة ثلاثة خلال المباراة اللي اقيمت بينهم مساء امس على يعني يمكن ضمن منافسات الجولة اربعة وعشرين من بطولة الدوري الاسباني وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اتلتكو مدريد للنقطة تسعة وثلاثين في المركز الرابع وطبعا بيحتل زي ما قال لكم المركز الرابع في جدول الدوري فيما يحتل ختافي المركز الخمستاشر برصيد خمسة وعشرين نقطة اما اخر خبر معنا فمن جريدة الرياضية السعودية وتصريحات ليورجين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه طبعا نجمنا المصري محمد صلاح ويمكن كلوب تكلم عن التعقدات الجديدة ليفربول وقال ان تعقدات ليفربول لابد ان تحدث الفارق يمكن طبعا في متن التصريحات قال يورجين كلوب ان تعقدات ليفربول الجديدة لابد ان تحدث الفارق مؤكدا ان النادي لا يمكن تحمله اهدار المال والوقت كمان اضاف يورجين كلوب قال انه مش ممكن او لا يمكننا انفاق 40 مليون جنيه استرليني او 50 مليون جنيه استرليني على لاعب في النهاية لا يكون له تأثير في الفريق كمان خلينا نفكركم ان المهاجم الكلومبي لويس دياز هو اخر لاعب انضم الى ليفربول بناء طبعا على تعقده مع طبعا نادي بورتو البرتغالي كمان نجح ديجو جوتا ايضا في اطلاق مسيرة ناجحة مع الفريق منذ انضمامه في سبتمبر 2020 دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودا الى الاستوديو كل شكرا لك ازمارتنا العزيزة النورهان طمان على هذه التغطية الصحفية المتميزة وتعالوا بقى نبتدي نتكلم بقى عن الرياضات والمنافسات الرياضية العالمية المختلفة هنبتدي معكم برياضة التزلج على الجليد فاز الروس بأول ميدالية ذهبية في سباق اختراق الضحية للتزلج على الجليد في أولمبياد بكين 2022 حيث احرص فريق السيدات الميدالية الذهبية في السباق بينما حصلت ألمانيا على الميدالية الفضية والسويد على البرونزية تابعوا معنا كرة القدم العالمية الثواني الاخيرة من لقاء بورتو وسبورتينج في الدوري الفورتغالي الممتاز لكرة القدم شهدت طرد أربع لعبين بعد معركة بالأيدي وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما لوبرت ليفندفسكي يعتبر لعب استثنائي بكل ما تحمله كلمة استثنائي من معنى ومن عمق دايما دايما عنده القدرة أنه يبهر مشجع كرة القدم بنفس قدره أو بنفس قدرته على إرباك الخصوم الحقيقة مهارات مهاجم باير ميونيخ ممتعة إلى أقصى الدرجات تعالوا نشوف من خلال الفيديو ده يعني إيه هو عمل إيه أثناء التدريب ونرجعنا طيب إحنا هنطلع فاصل سريع عشان إحنا كده انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم بقى أولى فقراتنا الحوارية واللي أكيد هنتكلم من خلالها عن كتير من الأمور والتفاصيل المتعلقة مش بس بلقاء الأمس لأ بمشاركة الأهلي بشكل عام في مونديال الأندية فاصلتم مع عوضة تفضل النادي الأهلي ومبروك ليه الكابتن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة وأثبتوا فعلا أنه هم رجالة الأهلي استهل أكتر من كده اللي هو التالت دميش متاعنا والله والله أنا مفروض إحنا في الفاينر والله أنا مفروض في الفاينر على اللعبة ده لعبة رجولة 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 وشوف ناشي الأهلي أحسن من كده يعني عن دكتر من كده ويد دكتر من كده من الفاينر والله الحمد لله على المكسب الناس اللي كانت بيطول قبل مطش إنه هلالة يكسب الأهلي منتجة كبيرة لا إحنا كسبنا منتجة كبيرة وإن شاء الله السنة الجاي حنا رايحين كاس العالم وناخد كاس العالم بإذن الله السنة الجاي وهننفس على البطولة ده العادي بتاع النادي الأهلي يعني لو كررنا الفريقتين في القمة التسوقية والكلام اللي كانوا بيوفي الأول فبيتكلموا إنه المطش محسوم للهلال بس ما فيش حد كانوا اخذ في اعتواره الرجول اللي بيلعب بها بالنادي الأهلي وروح الفنالة الحمر اللي دايما بنتكلم عليها واللي ظهرت النهاردة في الملعب رغم الإصابات والإجهد تحت عائبة المنتخب أقول ألف ألف مبروك للنادي الأهلي لوصوله تلت عالم وهو قيمته أكتر من كده وهي دير الجلد للنادي الأهلي أقول ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وده مش جديد عن نادي الأهلي هو دايما متفوق ودايما كذبا إن شاء الله النادي الاهلي ليه شخصيته النادي الاهلي فريق كبير مش كون ان الاهلي يخسر قدام بالمراس وهو لعب ماتش قدام تشيلسي النادي الاهلي طوله عمره كبير بأداءه بفرقته والحمد لله النهاردة أسعدنا خلي بالحضرتك ان الهلال فعلا بطل أسيا وفرقة كبيرة لكن النهاردة عشان ياخد أربعة الاهلي من أول الماتش متفوق الاهلي فايز 2-0 وهم 11 لعيب الحمد لله طبعا هو النادي الاهلي أثبت ان هو نادي عالمي بيلعب بمنظومة مجلس إدارة النادي الاهلي والجهاز الفني بمنظومة عالمية وليس محلية موسيماني بتاع المباريات الصعبة وبتاع المباريات التهيلة وهو بيعرف يلعب المباريات الكبيرة النهاردة اللي ساعد موسيماني روح الفريق النهاردة أحسن لعب في الملعب هو بروح بتاع الفريق لأن النادي الاهلي بيلعب كرة جماعية النادي الاهلي واصل للعالمية مش محتاج هو اللعيبة بتعبر عن نفسها في الملعب اللعيبة كلهم قدوا اللي عليهم سواء اللي جوة أو اللي برة المطش عالمي وأداء اللعيبة ممتاز وأداء المسلماني هايل بس إحنا يعني عندنا طموح بقى إن شاء الله يعني نعدي البونزية بقى نفسنا بقى في الفردية والدهبية الأقل طبعا بيزمت أنه بمن حضر واللعيبة يعني رجالة بس فيه لعبة لسه عليها كومنتات لكن فيه النهاردة أحمد عبقادر هايل فيه النهاردة ديانجي ما شاء الله حمدي فاتحي لعيبة مشوعة الله عجبا كلها في وقت الشدة من لقيها موجودة طبعا الأهلي هو الأهلي بكل نجومه بكل لعبته بكل قدرته المنظومة الكاملة اللي هي على أساسها بنقدر ناخد في الظروف الصعبة والشدائد اللي أحنا فيها برونزية العالم لها قدر نتيجة للمنظومة الطيبة اللي فيها النادي الأهلي ثقة الكبيرة في لعيبة ورجالة النادي الأهلي أنه خليه سافر رئيس للبعثة وهو موجود وعنده أمل ضعيف أن الفرقة تأخذ مرأة تقدم عرض يعني مقبول لكن هي مقدمتش عرض مقبول إحنا فوزنا مطشين وتهزمنا مطش يعني نسبة نجاح 75% النهاردة أثبتنا أن إحنا الزعيم بتاع الأندية العربية بجت مش بس بالكلام يعني الحمد لله خدنا الماكستاد بجدارة في كل الظروف الصعبة اللي وجهتنا سواء مع المنتخب أو في أن إحنا لعبنا في ظروف في إصابات وفي حتى المطش اللي فات كان فيه بدلك وفي طرد حصل لنا وكان فيه شوية مشاكل كده لكن اللعيبة كانت أدى الرجالة وكأثباته النهاردة أن إحنا نستحق المركز التالي وإن شاء الله اللي جاية بإذن الله الكاز هناخده بإذن الله أهلا بكم مرة ثانية أعتقد التقرير ده يعكس ويوري حضراتكم شكل وطبيعة العلاقة لما بين النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي هذا القدر من الثقة ثقة الجماهير في لعيبة النادي الأهلي هذا القدر من الطمع المشروع يعني دايماً بنقول إن ونسى حتى بنتكلم ممكن لو تفتكروا حضراتكم تقريباً كان حدث يوم الأربعة اللي فات بنتكلم على إن إحنا مش بنجيب حاجة من عندنا النادي الأهلي هو اللي مطمعنا النادي الأهلي هو اللي مخلين عندنا ثقة ويقين زي ما حضراتكم سمعته كده من واحد من الأسدى الأفاضل يعني اللي كانوا ظهرين من خلال هذا التقريب يقول لك المركز التالت ده مش بتاعنا وبقيت الناس كلها كبير وصغير راجل وست كل بيتكلم في إن إحنا الطبيعي نكون متواجدين فيه اللقاء أو المبراء النهائية وإن شاء الله ده يحصل فيه الدورات القادمة بإذن الله طبعاً لما بتحقق إنجاز أو بتاخد بطولة أو بتحصل على ميداليا دي بتكون لها مسؤولية كبيرة أو عليك دايماً بيتقال من قديم الأزل الحفاظ على النجاح يعني أصعب كتير جداً من إدراكه وأصعب كتير جداً من تحقيقه أو الوصول دي عموماً هنتكلم طبعاً عن إنجازات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة اللقاء الأخير ومشاركته في مونديال الأندية بشكل عام وطبعاً استعداده للعودة مرة تانية للمنافسة من جديد محلياً وقررياً كل دي ملفات هنفتحها مع ضفنا العزيز اللي بنوارنا في حلقتنا النهار دا كابتن أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق صباح الفول على حضرتك أهلاً بيك صباح الخير عليك يا كريم وعلى جميل النادي الأهلي وبنبارك لجميل النادي الأهلي ومجلس دارته ميديالي برونزية فعلاً اللي احنا كنا بنتمنى نكون أفضل من كده ونلعب المرة نهية بس معلاش الظروف اللي قابلتنا قبل البطولة هنتكلم فيها هنا وانت دلوقتي بس كانت قريبة قوي يعني كانت قريبة واللي احنا شفناه بموتش مبارح لو كنا بضرنا به كان زمان دلوقتي بنتكلم على الميدالية الذهبية أو الفضية بس ان شاء الله اللي جاي بإذن الله أحلى وأجمل إن شاء الله بإذن الله لازم بقولك الظروف اللي قابلتنا قبل البطولة أول دور ان الدور يتأجل وان البطولة تتعامل في وقت كاس الأم الأفريقية كل حاجات دي كانت حاجات وقفة ضد فرة النادي الأهلي أول ما الدور يتأجل وتيجي تتلعب بطولة الربطة ومصر المسلماني بيدي فرصة للناشئين وبشوف لعب الناشئين ومريح لعب الكبار وجي بس في مباراة الأخيرة مباراة سموحة بدأ يلعب لعب الكبار شوية اللي هم لعب الأفسيين غياب لعب كبيرة جدا في منتخبات إذ كانت المغرب إذ كانت تونس كانت منتخب المصري علي معلول وبدري بنون لعبت المنتخب إذ كانت حمد فتح السولية محمد شريف أيمن أشرف محمد الشناوي لعبة طبعا نتكلم في 7-8-9 لعبة في أي فرقة دلوقتي مقوام الأساسي كمان للفريق أي فرقة دلوقتي بيبغيب عليها لعب أو 2 بتأثر معا لكن أنت بتغيب عندك بداية أول مباراة بتلعب منتيري المكسيكي فرقة متفاوقة علينا لو حسننا التاريخ منتيري متفاوقة علينا في المباراة تلعب منتيري بلعبة أنا شايفها معظمهم الصف الثاني لكن لعبة تلعت رجالة وقدموا باراة ولا أروع روح كبيرة جدا أن هم يقدروا يكسبوا منتيري اللي هو جاي جاهز طبعا وفرقته كاملة البطولة لها حاجات كتيرة حلوة غير أن احنا خدنا المركز الثالث اللي احنا كنا بنتطلع أن احنا ناخد المركز الثاني أو المديلة الزهبية لكن فيه حاجات حلوة كتيرة شفناها مكاسب مكاسب مثلا أنا من وجهة نظري أول حاجة رجوع محمد هاني محمد هاني من اللعبة الجاهدة جدا طبعا ريحك وطمينك بعد صابة أكرم طفيق ربنا يشفيه طبعا من اثنين رجال أول أكيد طبعا محمد هاني حاجة برضو ابني من ولاد النادي الأهلي عنده روح النادي الأهلي من صغره وجود أحمد عبدالقادر من اللعبة المميزة جدا لأنا كنت لسه بقول على صفحيتي على فيسبوك من يومين قبل المباراة دي رسالة ليك أحمد عبدالقادر اللعيب اللي زي ده مش موجود في المتخب الاسطيل الأداء اللعيب من نص الملعب للمهاجمين ومتكامل هداف حاجة حاجة بتفكرنا أنا من وجهة نظر لشاننا برضو اللعبت معا من صغري ونلعب عندنا مع بعض تلاتار سنة أولي صراح الدين من كبات النادي الأهلي اللعيبك كبار جدا أحمد عبدالقادر بيفكرني بقولي صراح الدين جديد شخصية ولعب هايل ومش خايف الميزة التالتة برضو أو الحاجة التالتة برضو اللي عجبتني وجود محمد عبدالمنعم من ولاد النادي برضو أول مباراة لي بارح بلعب على ميداليا مباراة صعبة جدا تلات ورابع مع الهلال وأول مرة يلعب مع النادي الأهلي ويظهر بالشكل ده محمد عبدالمنعم فعلا لعب جيد جدا إضافة كبيرة جدا لخط دفاع النادي الأهلي هل الدفع بمحمد عبدالمنعم ومحمد شريف على ذكرهم طرح ما حضرك ذكرت الاسمين يعني هل الدفع بيهم في لقاء الأمس من أول المباراة كان أمر جيد أكيد طبعا أدي أضافة لفيرة النادي الأهلي ما انت شفت المباراة اللي قابليها كله كان بيفكر هل عمر الصلاي كان ينفع يلعب المباراة بتاعة بالمراس وكان لسه راجع جاي من تسافر قابليها بيوم هل أيمن أشرف لعبة مجهدة بالذات عمر الصلاي لعب كل مباراة المنتخب لكن لعب محمد شريف خات فترة طرحة كويسة لعب جزء من ماتش بالمراس لا محمد شريف مبارح برضو عمل مباراة كيدة جدا تحركات حيلة جدا وصل للجون آه ما وفقش إنهم جابش جوان بس محمد شريف كان جاد جدا مبارح محمد شريف لعبه في النادي الأهلي بيدي له الثقة أو برجع له الثقة اللي هي متاخدة منه في المنتخب شوي مستر كيروش ما عندوش مش مول ما عندوش هو عنده طريقة لعب معينة وعند فكرة معينة إنه هو يخلي محمد شريف احتياطي معاه بره ينزله بعض الوقت لكن محمد شريف من لعبة جيدة جدا جدا يعني إضافة كبيرة جدا لأي فرقة إضافة جبرا لنادي الأهلي إضافة كبيرة للمنتخب مصر وبالمناسبة اللي حداك بتتكلم عليه ده قصور في الرؤية من كيروش ولا متطلبات الماتش اللي هو بيلعبه الماتش بماتش ويعني تستدعي إنه ممكن يعمل تغييرات أو إنه يعمل تشكيل ما يكونش مرضي 100% أو لدى جماهير النادي الأهلي لا أنا فنيا من وجهة نظري هو عايز حدي بيلعب دماغ كويس عشان إحنا من فرقة منتخب مصر مش الفرقة اللي بتطلع من هجومين من خط الدفاع اللي غطر هجوم نقلات إحنا بنستثمر لعبنا بكرة طويلة فلازم عندك مهاجم بيلعب دماغ كويس فهو بيفكر في مصطفى محمد إنه هو بيشتغل في حد دي كويس محمد شريف بيحب يستيل بكرة في رجليه فمع عداء المنتخب إن أنت تطلع قرن بالرجل الرجل دي بتبع صعبة شوية إنت بتشتغل بزون ديفنز فبتعايز تسرع الهجمة من نص ملعبك لنص ملعب الفريق التاني فبتشتغل الكورة الطويلة مين مميز في الكورة الطويلة بيفكر في مصطفى محمد عشان كده ليه أفضلية عن محمد شريف بالطريقة اللعبة دي لكن في النادي الأهلي موضوع مختلف مسيماني بيلعب بالرجل الرجل نص الملعب وخط الدهر بيشتغل من نص الملعب للهجوم فالكورة بتشتغل من رجل رجل الكورة الطويلة دي بيعتمدش عليها فعشان كده محمد شريف بيوليه دور مهم جدا في النادي الأهلي تقييمك إيه لإنجازات موسيماني مش بس بتكلم على تالة العالم للعام التاني على التوالي حلو بتكلم حتى إفريقيا ومحليا رأيك إيه ورؤيتك إيه في فيتسو موسيماني كمدرب بيصنع تاريخ مع النادي الأهلي وبيحقق انتصارات متتالية مع النادي الأهلي مع العلم أن كل مشاركة منهم بيبقى لها ظروف وملابسات ساعات ما يعلم بيها لربنا كما هو الحال في المنزيار المهير ولكن برضو بيبقى قدل المسئولية وعلى قدر الثقة المحضوطة فيها زي ما بيقولوا كده موسيماني بتاع المبارات الصعبة هضم ليها مستر موسيماني لعبة النادي الأهلي التطميمة الصعبة طبع طبع لعبة النادي الأهلي تركيزها بيعلم على البطولات الكبيرة تركيزها بيعلم على المتشاط أفريقيا وكسر عالم الأندية فأداءهم بيختلف عن الدور المصري مثلا دي محتاجة معاملة نفسية شوية معها محتاجة أن إدارة النادي الأهلي الجهاز الفني تحاول تخلي العيبة تركيزها في مبارات الدوري أو الكاس أو مبارات المحلية زي مبارات الأفريقية لكن فعلا أداء النادي الأهلي أفريقيا وفي كاس العالم الأندية مختلف تماما عن الدور العام وده حاجة منطقية؟ أكيد مش منطقية دي حاجة مشكلة في العيب المصري العيب الأوروبي بياخد أي مباراة عنده مختلفة إذا كانت محلية أو أفريقية أو دولية لكن من نسبة لدي الأهلي لازم لعيبة تتكلم مع بعض في القصة دي لازم الأهداف تختلف سأحرك السؤال لك أبتالي أحمد إن إحنا ساعات ساعات بتشوف حاجات عجيبة يعني تلاقي النادي الأهلي مثلا محجر مع باير ميونيخ كما هو دي أولك عليه ومولع الدنيا باع مش عارف مين في نهاية أفريقيا وعنده في المقابل مثلا محلية اللقاء مع أي أكاين الفريقية بالضبط كتب وتلاقي حاجات عجيبة بتحصل من إنتا كنت مولع الدنيا؟ هقول لك على نقطة مهمية جدا برضو لما بتلعب مباراة أفريقية أو مباراة في كسر العالم الأندية بتلعب فرقة بتهجمك هو مستر المسلمان عايز كتا أو لعبة النادي الأهلي عايزك كتا عشان تكسب أي فرقة لازم تهجمك عشان يبقى فيه مساحات طريقة لعب المسلماني اللي هو اللي اختراك من القلب ومن رجل للرجل محتاج فرقة تهجمك عشان يبقى فيه مساحات لكن معظم فرقة الدورة الممتازة بتجي تلعب النادي الأهلي دلوقتي بتعمل زون ديفنس بتعملك مشكلة لازم يبقى فيه عندك حاجات تانية زي ظهرة مبارح ايه هي التصويب عمر الصلاي مبارح عمل حاجة جديدة بدا يفكر كتير في التصويب ودي مهمة جدا مع أي فرقة بتعمل عليك تكاتل لان الهلال لما اقترض منه اثنين لعبة بدا يلعب زون ديفنس فانت زون ديفنس بتختاركه ازاي عن طريق التصويب او عن طريق كورات العرضية عشان كده شكل النادي الأهلي في مبارات الأفريقية ومبارات كاسر العالم الاندية الفرقة اللي بتهجمك النادي الأهلي بيظهر كويس تيجي الدورة بقى الفرقة بتلعبك زون ديفنس اداة النادي الأهلي بيختلف طيب خلينا نكمل كلامنا بعد بس ما نرجع من هذا الفاصل بعد اذنك فاصل سريع ثم عودة العشر الصبح في الأهلي تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي وضفنا اللي منورنا في حلقة النهاردة كابتن أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق واللي بنتكلم معه بقى عن يعني الكثير من الأمور وقبل ما نروح بقى ونفتح مع حضرتك الملف الإفريقي عايزين برضو ايه نقف كده عند لقطة من اللقطات اللي كانت مرضية قوي امبارح لجمهير النادي الأهلي لقطتين بهدفين دول فيما يتعلق بالأهداف أنا بكلم على ياسر إبراهيم تمام والهدفين الرائعين اللي أحرزهم ولكن أنا بكلم كمان على رؤية حضرتك لمشاركته امبارح طريقة لعبه مدى فاعليته على أرض الملعب أكيد لو فكرنا كده برضو دي حاجة مميزة جدا النادي الأهلي يعتمد على كورة السبت هدفين ياسر إبراهيم من كورتين سبتين واحدة وعملها له معلول واحدة تانية كورنر وتردد مهم جدا انك انت تنوع فكر لعبة النادي الأهلي انك انت تجيب أهداف ازاي اذا كان عن طريق كورة السبت اذا كان عن تصويب اذا كان عن ترقاط اذا كان مهارات لعيبة زي احمد عبدالقادر الهدف اللي جابه اعتبر مهارة منه فدي حاجة كويسة جدا ياسر على طول مميز في الحتة دي وجاب أهداف في مبارات أفريقية كتير جدا ياسر عنده الميزة دي بيعرف يختار مكان كويس بيعرف يعمل وزب كويس في الكورات المشترقة ياسر كان عنده يعني المبارات دي بالنسبة له ترجع له الثقة شوية اقويل كتير جدا عن ياسر وفي وجود بدر بنون موجود أيمن أشرف كان ياسر اشتراقه قليل شوية لكن مبارح فعلا ياسر في وجود مع محمد عبدالمنعم أول مرة لعبه جنب بعض لكن بصراحة شافه قد مباراة على أعلى مستوى طمنونا لخط الدفاع النادي الأهلي في المبارات الجاية ان شاء الله طيب إفريقيا بقى طبعا الأهلي حيبتدي يعني مبارياته في دور المجموعات يوم الجمعة جاية ان شاء الله بلقاءه أمام الهلال السوداني تعتقد ان في الماتش ده تحديدا هل ممكن ان المسيمان يفاجئنا باختيارات جديدة بعناصر جديدة من الهو شاف بقى بنفسه أداءهم لما أشركهم وأتحليهم الفرصة في الفترة اللي فاتت طبعا بعد ما بتقلص خلاص البطولة احتفالات قوي كتير في النادي الأهلي وفرحة لكن على طول معروف كابتن ساد عب حفيظ وإدارة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي على طول بيقفلوا الصفحة ويخش على بطولة جديدة أو بطولة احنا مكملين فيها بيزدخلنا على دور المجموعات ده دي طبيعة لعبة النادي الأهلي بيخلص بطولة بيخش على بطولة والتركيز بيتجدد من مباراة أخرى الطنوح بيتجدد من مباراة أخرى مباراة الهلال السوداني أنا الموسم اللي فات أو اللي قبليه كنت مدرب الفرد الهلال السوداني أنا وكبت رحمة لصدي الهلال السوداني أو فرد السودان الهلال بالذات المباراة صعبة جدا على ملعبهم كمان نحن عدنا اتنين أه لا عدنا الهلال والمريخ المريخ في مشكلة أنه هو يلعب هنا في القاهرة فدي ممكن تهدي دينا شوية لكن الهلال على ملعبه مباراة ولو في جمهور لا مباراة صعبة جدا جدا بيسمين الملعب هناك المجبرة أصعب من سانداونز سانداونز بلعبه جيم مفتوح وبلعبه كورة لكن الهلال أو فرد السودان بلعبه لعب نشف جدا الاشتراقات بتبقى قوية جدا على لعب النادي الأهلي طبيعة الجو كمان في السودان بتبقى صعبة شوية واختيار معاد المباراة برضو هتعمل لنا مشكلة برضو شوية الملعب أرضياتها أخوان الملعب هاي دي المشكلة اللي كانت بتقابل كان فيه أقويل كتير أن الملعب فيه مشكلة وكان يفكروا ونقلوا مباراة الهلال للملعب تانية بس هم حلوا المشكلة مع الاتحاد الأفريقي وهيرجعوا لعبه على ملعبهم لكن ملعب الهل زي ما بقولك مباراة صعبة جدا 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 ولو كان فيه جمهور كمان جمهور صعبة جدا بس إن شاء الله لعب النادي الأهلي خبراتهم كبيرة جدا وتحطوا في الموقف دي كتير جدا أنت بتلعب مجموعة يعني مباريات عندك المريخ سانداونز النادي الأهلي بيعرف يجمع ابنات كويسة بس مهمة أول إن أول مباراة بالنسبة لك تعرف تخطف تخطف بها حاجة برى ملعبك بالذات على ملعبك المكسب لازم مهم جدا التلات ماتشاط لو خدت تلات مباراة مكسب خلاص هو بشكل عامك ابتن أحمد إيه المطلوب من لعبة النادي الأهلي ومن الجهاز الفني يعني لحسم الأمور مبكرا والله يبص بعد كمان فخوزك يعني جبت ميداليا في كاس العالم طبيعي طبيعي اللعبة تركزها بقل شوية ليه لأن برضو أكلمك على معظم لعبة المنتخب راجعين من المنتخب وغدين نقولون ميداليا ومركز تاني في كاس أمه الأفريقية طبعا حاجة مكناش متوقعينها جيت على كاس العالم لو كلم لعبة المنتخب خدت تلت تلت عالم عبال ما تروح بق تدي كلها شوية وتروح داخل على بطولة ثالثة زي بطولة أفريقيا والهلال على ملعبه هناك مهم جدا 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 الكلام الكتير مع العيبة عشان التركيز ما يقلش أنا من وجهة نظري بعد البطولتين دولة أو بعض البطولتين دولة التركيز هيقلش هو في الحالة دي التركيز هو اللي بيقل ولا الثقة في الزات أو في النفس هي اللي بتعلق ولا ارتفاع دي مبني على إن دي تقل بالضبط الثقة الزيادة بيخلي تركيزك يقل تقول أنا لسه جاي مثلا كسبان الهلال السعودي 4-0 نرى لعب الهلال السوداني السودان أي لعيب أو أي حد بيمر بالموقف دي بيمر المتشاط دي مهم جدا اللعيبة أو مهم جدا الجهاز الفني مهم جدا الجهاز الإداري كله عطول يكلم من لعيبة لا احنا عندنا بطول لازم التركيز في لعيبة مجهدة جايين من بطولتين صعبة جدا زي السلية زي حمد فتحي أتمنى إن شاء الله أتمنى إن شاء الله يكون حمد فتحي والسلية أداءهم مهم جدا في أداء النادي الأهلي رمانة الميزان بالنسبة لفيرة النادي الأهلي شكل النادي الأهلي لما بيكون حمد فتحي والسلية وقفشة وأحمد عبدالقادر كويسين تحس مع معلول مثلا ومحمد هاني تحس أن فيرة النادي الأهلي بدأت تفوق وبدأت أن أداءها في المغرب ببقى ليه شكل. أتمنى إن شاء الله زي ما بقول كده نقفل خلاص صفحة ثلاثة العالم وبرونية العالم ونخش على الموضوع الجديد أو دور المجموعات في أفريقيا لأنه نحن عايزين نخلص من المجموعات. عندنا بقى دور الثمانية ودور الأربعة. إحنا خلاص دلوقتي جمهير النادي الأهلي زي ما بتشوفهم كده عندهم طموح ما بيقلش. ولعابة النادي الأهلي بتستمد دموح من جمهورها. والجمهور بيستمد طموحه من لعابة النادي الأهلي. أتمنى إن شاء الله إن لعابة النادي الأهلي من أول كده تاخدها جد بإذن. يا رب إن شاء الله أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة جزيلا شكر نورتناك العادة وأسعبتنا بوجودك. ويا رب المزيد من اللقاءات اللي كل من نتكلم فيها أو من خلالها عن نجاحات جديدة ومطوات جديدة للنادي الأهلي. عايز أقول حاجة أخيرة بس قبل ما نقفل بشكر كابتن وليد سليمان على الفترة اللي أبضها في النادي الأهلي. كابتن وليد سليمان من ناس اللي أحباها جدا. ومن أساطير تعتبر أساطير النادي الأهلي لو حسبت البطولة اللي أخذها الله أكبر ما شاء الله. بقول له وبشكرنا وليد وربنا يوفيك في أي مجال تختاره الفترة الجاي بإذن الله. أكيد لأننا نتكلم على لعب استثنائي وحفر يعني اسمه بحروف من نور في السجلات وفي تاريخ النادي أهلي حقق معهم أكتر من 22 بطولة يعني نتكلم على لعب استثنائي ودرجة محبة استثنائية من الجماهير ليه. أكيد. فكل التحية طبعا لعبنا الكبير. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة جزير الشكر وهنطلع فاصل سريع يا حضراته ونرجع عشان بقى نفدي معكم تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة هتنورنا الدكتورة دين أبو السعود وهنكلم معاه عن موضوع في منتهى الأهمية. أنا واحد من الناس كنت فاهم بالغلط أنه هذا الأمر لا يصيب إلا كبار السن. أنا بتكلم على هشاشة العزام. لا الموضوع اتضح أنه كمان شباب صغيرين بيشتكوا من هذا الأمر. هنتع فاصل ونرجع نبتدي كلامنا في الملف ده. يهلا بكل حضراتكم عودة من جديد لبقى تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة عشر الصبح في الأهلي وهنتكلم عن موضوع كالعادة مهم جدا هشاشة العزام مشكلة بتواجه كتير جدا من الناس خصوصا السيدات وكبار السن. عايزين نعرف بقى على أسباب هذا الأمر. إيه اللي بيؤدي إلى هشاشة العزام. إزاي نقدر نحافظ كلنا على عظمنا ونقدر كمان من خلال الأكل الصحي والمكملات الغذائية الصحية نحافظ على صحة عظمنا. ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة دين أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز اللي دايما بتساعدنا بوجودها معنا. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. الحمد لله. كل حل. جميل. نحن نتكلم عن موضوع أنا كنت معتقد إنه كان مرتبط طول عمره بكبار السن فقط. لقولك إيه اللي ناس بقى اللي هي خلاص بقى وسط لمرحلة ما فوق الستين. خمسة وستين سبعين. فبطبيعة الحال موظمهم بيشتكوا بقى من العظم ووروكب يا بنتي والنوع ده ده من جميع. دلوقتي بقى فيه شباب كتير كمان بيشتكوا من الحكاية دي. إيه أو هشاشة العظم لكبار السن وأكيد الكبار السن بيجي لهم أكتر والستات بعد السن معين بيجي لها هشاشة عظم هنقول ليه. بس زي ما قلت يا كريم دلوقتي بقى فيه شباب كتير عندها هشاشة عظم وظهرها بيوجهها طبعا هي الظهر على طول. هشاشة العظم والمفاصل والمفاصل. وممكن يحصل مع أي خبطة كسر كسور دي مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن كتير من الشباب للأسف عدم الحركة. اللي هو ما بيلعبوش رياضة. ما بيمشوش. دي من أكتر الحاجات اللي بتضعف العظم جدا. لأن العظم عندنا وإحنا صغيرين العظم بيتجدد. ده الطبيعي اللي ربنا خلقه. وبعد سن معين. يعني في سن الثلاثين بيوصل لزروة كسفة العظم. هشاشة العظم يعني كتلة العظم تبقى كويسة. بنوصل للثلاثين سنة كسفة العظم بتوصل لزروتها. بعد الأربعين تجديد العظم بيقل وتفتيت العظم يعني كيف تجديد العظم أصلا دينا. العظم بيتجدد على طول. يعني وإحنا صغيرين بتلاقينا منطول. لما منكبر بنقصر. ده فعلا على فكرة. لا والله. اه طبعا. هالنص الأولاني معروف. ايوه. لكن التالية دي جديدة عليك. لما بنكبر شوية العظم بتاعنا بيكسفته بيقل. بنكش كده. أنا فجرة جدتي قبل ما توفى قصرة خالص. ففعلا ده اللي بيحصل. ده اللي ربنا خلقه. ده ده التوازن. بنيجي في سنه معين. قريدي العظم. لما بيتجدد في عظم بيتتلف. بقى العظم خلاص. وقف. مفيش تجديد. العظم زي الخلايا كده. طبعا. هو خلايا كلها. نخايا العظمي كل ده خلايا. طبعا ستات بعد انقطاع الدورة بيحصل لها شاشة عظم لأن نسبة الاستروجين هرمون الأونوسة بينخفض عندها. فلازم هتمشي مع الدكتور مع طبعا. قالب مالتي فيت اللي هتكلم عنه إنه بيدعم العظم جدا. بس لو قلتلي الشباب. الشباب عدم الحركة. قلة التمارين المشروبات الغازية. اللي بتمتص الكالسيوم اللي هقول عليه. لأن المشروبات الغازية بتمتص الكالسيوم. والعظم محتاج كالسيوم. التدخين مصيبة. أي حد بيدخن يتجنب التدخين لأنه بيعمل هشاشة عظم. لأن التدخين بيديق للأوعية الدموية. العظم عايز دم. احنا اتكلمنا قد ايه الدم ومهم. وللدرجاتي التدخين سلبياته مسماعة في كل حاجة. طبعا. طبعا. الواحد بيبقى فاهم بس أن العكساته السلبية بتكون عارة الرئة. لا. تدخين في كل حاجة. مش بس الرئة. الرئة والقلب والعظم والدم. كل حاجة. كل حاجة. فالتدخين لما بيديق لأوعية الدموية. العظم عايز دم. عايز يتغزة. فما بيوصلوش الغازة الكفاية. فبيحصل هشاشة عظم. الاكساس من الكافيين. كل يوم نشرب ست سبعة قهوة والكافي والحاجات دي. ده بيعمل لي مشكلة. أحيانا بتلاقي شباب بيمشوا مع نفسهم كده على كورتيكوستيرويدز. أو الكورتيزونات. الكورتيزونات ما تتخدش فقط تحت إشراف الطبيب. لأن الكورتيزون بيقللي جدا كسفت العظم. فبيتاخد في فترة معينة. زي ما الدكتور بيقولوا نبطلها. مش ماشيين على كورتيزونات. طب هو هي صحة العظم محتاجة أكلات معينة. طبعا. صحة العظم محتاجة كالسيوم. ناخده من الزبادي والحليب. محتاجة فيتامين دال. لازم كل مرة برضو أكلم على فيتامين دال. قد مهم. لكن لا غنى عن الأكل الصحي. لا غنى عن المكملات الغذائية. لأن احنا مش كل يوم هنعرف نوصل كالسيوم في جسمنا. طبعا. قلب مالتي فيد داعم جدا لهشاشة العظم. هشاشة العظم ستات. ورجال بعد سن السبعين بيجي لهم هشاشة عظم. طيب. لأن برضو هرمونات التستيستيرون بتأصل على هشاشة العظم. طيب. ماعنى بقول ناخد قلب مالتي فيد. لأنه مدعم جدا للعظم. من أهم معدن. محتاجه العظم الكالسيوم. طبعا. عظمه أسنان. عظمه أسنان. طبعا. محتاجين فيتامين سي. طب فيتامين سي اللي دخلوا في العظم. فيتامين سي بيدعمني الحديد. فالدم هيوصل كويس. الأكسوجين هيوصل كويس. فيتامين سي بيجدد لي بروتين الكولوجين. هل عشان كده كان فيه موروث قديم عند الأمهات والجدات دايما. الأطفال الصغرين يهتمون أنهم يقعدون في الشمس الفترات معقولة. يقول لك ده كويس لعظمهم. ده أكيد. ده أكيد. ليه الشمس كويس لعظمهم؟ عشان فيتامين دال. فيتامين دال مهم جدا للعظم والمناعة والشعر والبشرة والوقايم الأمراض. لكن فيتامين دال ما بتاخدش غير بعد ما بعمل التحليل بتاعه في الدم. لأن فيتامين دال قابل للدوابان في الدهون. فالزيادة منه بتخزن في الخلايا. فدي حاجة مهمة. الشمس مهمة جدا. احنا دلوقتي فصل الشتاء ما فيه الشمس. فأكيد بنصح أن احنا ناخد سابليمنت فيه فيتامين دال بعد ما نعرف أنه هو أقل من 20 في الدم. فدي حاجة مهمة. طيب الشمس مهمة لفيتامين دال. طيب إيه اللي دخل فيتامين دال احنا على طول نسمع كالسيوم. كالسيوم. ما معنى فيتامين دال مهم للعظم؟ لأن الكالسيوم حتى لو أخدته لن يمتص غير بوجود فيتامين دال. فيتامين دال هو اللي بيسحبه ويوصله للخلايا. فعشان كده مهم. طيب فيتامين سي مهم فيه يا دكتورة دينا لأن فهمنا الكالسيوم فيتامين سي لحكتين بيزود لي امتصاص الكولوجين الكولوجين بينقص زي ما كتلة العظم بتنقص الكولوجين بينقص الكولوجين مهم جدا اللي هو الموجود في الغضاريف مش كل شيء يقول لكل كوارع عشان ركبت عشان المفاصل لما تتحرك ما يبقاش فيها خشونة بعد تقدم في السن السائل ده بيقل البروتين الكولوجين من أهم البروتينات 90% من جسمنا عبارة عن كولوجين للبشرة والمفاصل والكلام ده كله طيب فيتامين سي من الفيتامينات اللي ربنا خليقها هنها تسعيدلي على امتصاص الكولوجين فأعتقد بقلب مالتي فيت هندعم جدا كتلة العظم وكسافة العظم وصحة العظم عندنا وصحة السنين ايه الحاجات اللي لو حصلت ابتدي أقلق على أن أنا عندي مشكلة في العظم وتحديدا هشاشة هل ألام معينة ألام الرجل الرجبة ألام الظهر الرقبة كل الحاجات دي ساعات بتلاقي فيه تقوص انحناء بنلاقي نفسنا بنقصر وإحنا مش في سن السبعين عشان نقصر من دلوقتي كل ده بيبين عندي هشاشة عظم بلاس اللي بيشرب مشروبات غازية كل يوم خمسة ستة سبعة أكيد هو أكيد من غير ما ما يجيله مشاكل هيبقى عرضة لحشاشة عظم أكيد طيب نرجع بقى تاني لل الضبط كده وانعكسات وقات طيبة ويادي البيضاء على الملف ده في صفة خاصة حشاشة العظم طبعا مهم برضو أقول أنه مرخص ألب مالتي واخد ترخيص هيئة سلامة الغذاء لأن على طول أنا بقول محدش ياخد مكامل غذائي غيره هو واخد الترخيص مهم أو يقول يا كريم لأن كتير بيبعتولي على السوشال ميدي إحنا عايزين ألب مالتي فيت هو مش عندي على الصفحة بتاعتي هو موجود في السيدليات أقولهم يا جماعة والله موجود في السيدليات كلموا السيدليات لجنبكم وهيبعتلكم ألب مالتي فيت ده يديك أمان عشان ما نخدش حاجة إحنا مش عارفين مصدرها مش عارفين معمولة فين وانس إنها محطوطة في السيدلية خلاص يبقى المصنع اللي عامله مصنع واخد ترخيص مصنع محترم العبوة يا كريم فيها ثلاث شرايت كل شريط فيها عشر كابسولات الكابسولة يا كريم يعني شهر شهر العلبة شهر العلبة شهر طبعا سعرها مناسب جدا لكل فئات المجتمع الفئيل والغني الكابسولة اللي احنا شايفينها قدامنا دي الكابسولة الوحدة في قلب مالتي فيت فيها المكونات دي كلها آه عندي فيتامين سي المهم جدا للعضم ومهم جدا للمناعة ومهم جدا للطاقة ومهم أنتي فيرل على فكرة مضاد للفيروسات كوي عندي فيتامين إي مهم جدا لو هاتكلم على فيتامين إي مهم للأكسادة فهيدعم صحة القلب وصحة الشرايين وعدم تصلب الشرايين وعدم أكسادة الدهون السلسية برضو موجود الدهون الضرة يعني برضو موجود في قلب مالتي فيت عندي الكالسيوم اللي اتكلمت عنه طبعا الكالسيوم مهم جدا للعضم ومهم لصحة القلب يمكن الناس مش عارفين الكالسيوم مهم لانقباضات عضلة القلب عندي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 فيتامين بي 3 عندي طبعا الريبولفيلفين والبانتوثينيك أسد الفوليك أسد الفوليك أسد مهم جدا لصحة الحامل كمان لأنه هو اللي بيمنع تشوه الأجن لأنه هو اللي بيخلق الخلايا العصبية أو بينتك الخلايا العصبية طب هل هشاشة العظام لها اختبار ما أشعة ما تحليل ما ممكن الواحد يلجأ له بيبقى فيه أشعة طبعا أشعة سينية بيروحوا المعمل بيعملوا أشعة كتلة العظم عندهم تبقى قد وهل هو عرض لها شاشة عظم ولا لا بلس أنا على طول بقول لازم نعمل تحليل كل ثلاث شهور أو كل ستة شهور فيتامين ديل مهم قوي والكالسيوم عشان نعرف نسبة الكالسيوم قد إيه ونسبة فيتامين ديل قد إيه كده حعرف أن جسمي قدر يمتص الكالسيوم اللي أنا باخده من ألب مالتي فيت طب هل ألب مالتي فيت في حالة أن أنا قردي عندي مشكلة في هشاشة العظام في الحالة دي باخده كعلاج للمشكلة ولا كداعم للعلاج اللي لازم أمشي عليه أصلا وجود كل المكملات الغذائية هي داعم يعني لا غنى عن الدكتور ولا غنى عن الرشدة بتاعته ولا غنى على الأدوية بتاعت الدكتور اللي بامشي عليه لكن قلب مالتي فيت هيدعملي جدا جدا يعني مع الرشدة هاخد قلب مالتي فيت هيدعملي جدا جدا صحة عظمي وصحة غدريفي والعمود الفقري القعدة كتير نمشي المهم ان احنا نمشي مش قادرين نعمل رياضة حركي الدورة النموية في البيت الست القعدة في البيت بتشتغل اشتغل بإيدك اشتغل بنفسك قوم ينظفي على فكرة في الحركة بركة يعني على طول بتقول كده في الحركة بركة ما تعوديش على الكرسي قعدة فتحة التلفزيون وما بتتحركيش ده بيقللي كسافة العظمي جدا مع قلب مالتي فيت مهمة اقول انه بيتاخد قرص واحد بس في اليوم بلاش افراط في المكملات الغذائية القرص باخده الصبح عشان ادعم العظم وادعم طقتي عايزة طبعا انا عايزة يا دين اقوم اشتغل في البيت وعمل بس عندي كسل بنشوف الكسل وبنشوف الخمول في كل الاعمار ما بقاش دلوقتي جد جد تيتا لا انت بتشوف ده جد وبيبقى انشط من حفيظه تبتين من احيان عايزة أولك ايوة ده المشكلة في الحفيظ ده وقعد مرنخ من بيتنا مرنخ وقعد لا انت دلوقتي وقت طاقتك وقت انك تثبت نفسك وقت انك تشتغل تحقق اهدافك فلازم ندعم الطاقة بقلب مالتي فيت هل في محزين معينة لاستخدامه هل في ناس عندها مشاكل معينة مثلا في القلب في السكر في الكوليسترول في الضغط انا بنصح اي حد عنده امراض مزمنة من امراض قلب او سكر او ضغط ياخد قلب مالتي فيت بالعكس هيدعم جدا لانه بيمنع الاكسادة زي ما انا قلت فبيزبط مستوى الكوليسترول في الدم مع الأدوية اللي احنا بناخدها وبيزبط القلب وبيزبط مستوى السكر لمرض السكر مع اكيد البرسكريبشن بتاعتنا اكيد بس الاتنين اللي بقولهم ان احنا تحت استشارة طبيب الفئة صغيرة جدا يعني اللي عندهم مشاكل في الكلا او اللي عندهم مشاكل في الكبد ممكن يستشيروا الطبيب مع اي مكملات غذائية مش قلب مالتي فيت فقط لكن كل الناس ستات رجالة شباب من سن 13 سنة الشباب دلوقتي عندهم امتحانات عايزين تركيز عايزين طاقة عايزين يفتكروا المعلومات اللي بيذكروها دعموا صحة اعصابكم ودعموا موتكم لان انت بتشوف للوقت الشباب عندك اكتئاب من الضغوط النفسية دعموا موتكم وصحة اعصابكم وتركيزكم مع قلب مالتي فيت اللي مليان فيتامين بي كومبليكس من جميع العائلات ومن اهمهم كمان فيتامين بي دعموا صحتكم بالفيتامين اي لان فيتامين اي بينشط للدورة الدموية جدا فبينشط الدورة الدموية حتى في الدماغ دعموا صحت صحتكم كمان بالكالسيوم عشان عضمكم تقدروا تمشوا وتيجوا وتروحوا وتقوم من هشاشة العضم طبعا مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوافر في جميع السيدة الستة الحاملة تستخدمه وما فيش اي مشكلة الستة اللي بتردع بتستخدمه وما فيش اي مشكلة خالص معها طبعا و لو هم نتكلم في هشاشة العضم هما الستات اكيد بيبقوا اكتر عرضة من الرجال في هشاشة اللي هو عندهم تشكيلة كده كوكتيل من انواع مختلفة من الملتي بايتامين وكأن النوع واحد بس الاستمرارية عليه مش كافية فده لأي حق لأي درجة الموضوع ده غلط لا طبعا ماينفعش الافراط في المكملات الغذائية اطلاقا وبالذات الفيتامينات القبلة للزوابان في الدهون لو زادت بتتخزن بتتخزن في الخلايا وبتعمل لي مشاكل التلاتة القبلين لو حصل زيادة بيحصل لهم بيحصل مشكلة فيتامين دال فيتامين ك فيتامين ألف ايه المشاكل اللي بتحصل نتيجة الافراط في تناولهم بيحصل لهم مشاكل بقى صحية لأن الحاجة الزيادة عن الحد بتتقلب ضد بيحصل مشاكل في المفاصل وفي العضم يعني انت عندك الكالسيوم لو زاد قوي 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 ما نفردش في المكملات الغذائية قلب مولتي فيت كفاية قوي ان انا اخذ قرص واحد مش محتاجة اكتر من ده قرص فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي هتديني الطاقة وهتديني المناعة وهتديني صحة جيدة بقول ان هو يمشي عليه لاني تركيزاته مش كثير التركيز نفسه بصفة خاصة الحتة دي بتاعت المولتي فيه ناس بتتعامل معهم منطلق زيادة بمبوني بمبوني يا كريم اه بالضبط لا وانطلاقا من فكرة اننا كل ما زود الانبوت جوا جسمي من الفيتامينز فكلمة فيتامينز معناها انها حاجة مهمة وحاجة مفيدة فليه لا ان احنا ما نعودش نبلبع منها وطبعا الفيتامينز حاجة مهمة ومفيدة ناخدها كل يوم بالاعتدال بالاعتدال لان انت عندك لوني سباولينج من اكبر علماء الكيميا واخد جيزيد النوبل عمل دراسات على اهمية الفيتامينات والمعادن وفي دراساته قالك اي بني آدم توصل للمعدن النقص عنده او الفيتامين النقص عنده هيقوي نفسه من امراض كتيرة جدا جدا فلازم ندعم جسمنا بالفيتامينات والمعادن يوميا اصلا قلب مالتي فيت مالوش سمية اطلاقا الاكسيد منه هو مش هيحصل اصلا اكسيد لان تركيزه مناسبة والترخيص اللي احنا واخدينه مناسب جدا ان احنا ناخده يوميا بس وكده كده فيه تحاليل بتبينك انت عندك نقص في اني فيتامين بالتحديد اه طبعا مش كده يعني متفصلة معادن الماغنيسيوم الحقيقة لان الماغنيسيوم الماغنيسيوم برضو بيسموه الماغنيسيوم الماغنيسيوم موجود في العضلات والانسجة والخلايا مش موجود نسبته في الدم بتبقى واحد في المية الماغنيسيوم لما عندي كرامب خد ماغنيسيوم عندي شد عضلي لان الماغنيسيوم قلت هو مع الكالسيوم لازم مع بعض ماغنيسيوم هو اللي بيعمل انبساط بالمناسبة برضو كويس انت قلت النقطة دي الشيء بالشيء يوسكر الناس اللي بتعاني من اللي هو الكرامبات الكرامبات هل لازم يعودوا فترة معينة ياخدوا مسعلا الماغنيسيوم بشكل يومي ولا ياخدوا عند الإحساس بس بالكرامب لا ياخدوا عند الإحساس بالكرامب بس وهو موجود في الموز ناخد موزيف اليوم لا أحد عندي أي مشكلة في الماغنيسيوم وتلك البوتاسيا يهلا المؤammad nós مهم يعني للقلب يعني معاملة المالتي بيتاميز يلتخذ بشكل يومي نحنا عندنا داخل ماجنسيوم قبل ما نختم بقى لقاءنا الحلو ده معك يا دكتورة دينة هل في عادات خاطئة إحنا بنعملها سواء في طريقة ممارستنا لحياتنا أو في طريقة أكلنا أو في اختياراتنا لأكلنا بتنعكس بالسلب على العظام وبتؤدي إليها شاشة العظام طبعاً طبعاً الكافيين الإكساس المشروبات الغازية التدخين السكريات والأكل المقالي والمسبك بس دي ضربة قاسبة لكثير من الأمهات اللي بيمشوا حالهم بالحاجات اللي توقعيه نص مقلية وربع مشوية نعم المقالي مرة في الأسبوع مش لازم كل يوم أكل مقالي مقالي لأن الزيوت النباتية وأكسادتها بتخش أنت تبوز لي خلايا كتير وقد يؤدي الأمراض خبيثة سووا المقارمشات والبطاطس المقالية مش هزولي أسماء برندات طبعاً للأطفال لا أنا أنا أحب يعني متزوديش معها قوي أو متزوديش معها قوي وبعدين على فكرة لو أنت ما عودتهاش على السكر بقى لما تكبر لما تيجي تاخد سكر يعني أنا مثلاً زمان من 4-5 سنين كنت أحب السكر جداً جداً وحط معلقتين سكر وبتاع لغاية ما حصل لي من القصة دي فقلت خلاص لازم أعمل حد للسكر دلوقتي لو حطيت معلقة سكر في النسكافيه بتجزعي منها مش قادرة فدي حاجة صحية يعني الواحد ممكن يطوع نفسه ويطوع جسمه على الحياة الصحية بالعافية حب الحاجة اللي تفيدك ويسيب الحاجة اللي مش هتفيدك لازم كلام مصبوط مليون في المية نورتينا وأسعدتينا وأفتتينا دكتورة دينا بن سعود نورتينا وإن شاء الله نشيبك على كتب حلقات جاية من البرنامج وكل الشكر لحضراتكم وعلى حسن المتابعة إن شاء الله ننتخي في يوم جديد وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي صباح الفل عليكم